أهلا وسهلا فيكم بالجزء الثاني من تحرير معروف وبالجزء الأول تركناكم باحتفال عيد الصليب وبيكون الملك عبد الصليب وكنيار قاعدين عم بيشربوا ومبسوطين بالدمعة اللي بيقدم لهم إياها دميلكة والناس مبسوطة والحريقة عم تكبر وبتصير تقريبا الساعة 11 وبييجي عبد الأحد ابن أختنا ميلكة وبيحوس حوالين السيوان وبيشوفوا دميلكة وبيوقف عزف وبيوقف انبساط وبيطلع وبيصيح بعبد الأحد أنا تركك تدير بالك على الخمارة وجاي أنت تلحق كيفك؟ بدك تخرب بيتي مرة تانية أنا قلتلك إذا بدك توحت عندي بدك تدير بالك على الخمارة فيش تطلع على الاحتفال فيش تعمل فيش ساوي وحم بدنا وضربوا وضربوا وزربوا من الاحتفال وبيهرد عبد الأحد وبيرجع دميلكة محموم بدنه ومش عارف شو ديعمل هذا بده يخرب بيتي هذا مسكر للخمارة هذا وهذا وهذا وبيعود بيهدرب قدام عبدالصليب وعبدالصليب وكينيار وعبدالصليب بيقول له اسمع روح شوف خمارتك وما تبقاش هون خلاص إحنا نبسطنا وهي كل شي عنا وانت تسهل شوف أمورك بيجي بيرتب حاله ويقول له كينيار دميلكة تعال تعال وبطول من جيبه فلوس بيقول له قبل ما تعد بالخمارة هاي فلوس تاخد ظروفة نبيض للعسكر اللي عندي 350 تشربهم خليهم هما كمان ينبسطوا شوي بعيد الصليب وكتب له ورا وعطيها وده ملكة تكرم عينك ولا يهمك وشكرا إلك وضبها على طول وراح يركاد وهاي شو كانت من حظهم يعني جتهم هدية ما كانت على البال بيوصل دميلكة على الخمارة بيلاقي عماد مبدل من عبدالأحد ولابس سلاحه الكامل وجاء إزام بيستنى قال له استنى خلينا ناخد هالظروفة وبياخد ظروفة الخمر معاه وبيطلعوا وبيطلعوا بيطلعوا بيمشوا وبيصيروا بدهم يطلعوا على السرايا معاهم الظروفة بيطلع شيحة ولستاته هو عهيئة دميلكة بيقول له انت استنى هون خليني أنا أوصل ومس تشوف المشاعل كلها طفت هذا بيعني انه صار أمانه فيك تيجي قال له تمام وبيطلع دميلكة وبيستنى عماد تحت وبيكون قاعد واحد عندهو عند حفة البحر نسمى حلوة هيكة والدنيا بعد 12 بالليل تغفى عينه وبينام وهو نايم يسمع صوت خاله بيقول يا عماد مش وقت نوم هلأ مش وقت نوم يا خال وبيقوم على طول بفز بيلاقي المشاعر كلها بالسرايا طافية بيركد بيطلع بيدخل من أول باب بيلاقي خمسين بطريق مدبوحين ولا واحد طيب على الباب الثاني كمان خمسين مدبوحين على الثالث كله دمه خمسين واحد مدبوح على الرابع على الخامس على السادس على السابع تلتمية وخمسين بطريق مدبوحين بيقول معقول كل هاد فعل شيحة هذا والله فعل قسود ما هو فعل شيحة دخل بس سرايا كبيرة عم بيطلع يمين شمال معه وعارف من وين يروح بيشوف واحدة عجوز حاملة معاها صنية عليها أكل عم تمشي وبتنقف وهي وزي ما قلنا لكم عمادة حلاوة بتوقف عنده هالعجوز بتقول له شو يا غندار شكلك من اللي جايين يحرصوا الليلة قالها آآآآآ انتي وين رايحة؟ قالت له والله أنا رايحة طعمي هالأسرة آآآآآ رايحة طعمي الأسرة بدك رفقة؟ ضحكت نفسها خضرة قلت له أنا اللي بدي رفقة تعال معاي من طعميهم بعدين بورجيك حظك وأخذته معاها وهو مشي وراها مشيوا مشيوا من دهليس من قاعة لديهليس تاني لدرش لطلعوا لنزلوا لتحت نزلوا على أبو كان فيه غرفة كبيرة فيها باب واحد فتحت هالباب كان عقابه علي البطر بيغمزه عماد انه رو وبتحط له الأكل وبتسكر هالباب وبيقولها طب وين الأسير التاني والله ما بعرف وينه هذا الأسير اللي أنا بعرف وينه بجيب له أكل أما التاني فتحت طاقة بالأرض وقالت له بحط له الأكل من هون وأخذت سطل ونزلت له الأكل من هالطاقة وطالع ريحة البحر منها وقال لها يعني ما في إله باب ما بعرف إذا إله باب وهي لسه عم بتنزل بالسطل بيحط لها بنج على تمها بيوقعها بيغم عليها وبتتبنج بيروح بيفتح لأبو علي وبيفك أسره وبيقول له أبو علي عم بتنزل لخالي من هون بس ما في ولا باب قال له خلينا ندور وبيصيروا يلحمسوا على الحيطان لأبو علي بتضرب إيده وعلى حجرة بتغوصلة جوا بيفتح باب بالسحر باب مخفي بالسحري بيفتح بيلاقوا دهليس درج عم بيعتم بياخدوا واحدة من المشاعر وبينزلوا درجة درجة بس من كتل الرطوبة ومن كتل الملح بيتزحلقوا الاتنين تطفي تطوي اللي معاهم وبيصفوا عند باب ع آخر الدرج حديد متكرفتين بيحاولوا يفتحوا بيحاولوا يفتحوا مصدي ما قادرين يفتحوا عماد بيتطلع بأبو علي وبيقول له ارجع لورا شوي وبياخد خطوتين لورا وبيقول مددك يا جدي علي وبيكتفوا بالباب وبيدق الباب وبيوقع الباب بالمي وبالرمل وبيتكرفت عماد لجوه وبيكون فيه ميت البحر عم تدخل عنده بيلحقوا بقوا علي البطرني بس الدنيا عتمة يا دوب يا دوب يا دوب فيه ضو جاي خيال من عند أناطر ثلاثة ومش شايفين شي عماد بيصير ينادي يا خال خالي معروف أنا عماد خالي معروف وبيسمعوا صوت حرحشة عماد عماد هيني يا خال وينك وبيضلو ينادي معروف بصوته اللي محرحش وعماد فاهم انه عم بيصلع الصوت من نص المغارة من فوق بيضلو بيديه بهالعتمة اللي بتضرب برجله بيقول لي خالي خالي هيني أنا أجيتك بس مش شايف شي مش شايف شي قال له عماد بيقول له انه بوحدة من القناطر اللي بالكهف رح يلاقي عدته وفيه ذو الحيات خد ذو الحيات ويفتحه بيضويلك فعماد بيصير يحوس بها المغارة لا يلاقي العدة وبياخد السيف وبيصير بده يطولها ما بيقدر ما بيقدر يفتح ذو الحيات بيقول له خالي شكله ذو الحيات مصدي مش عم بيفتح معي مصدي لا يا ابني ما هو مصدي انت بس مش من رجالها رفع لي يا فبيلاقي خاله مرة تانية وبيرفع له ذو الحيات ومعروف بيحط ايديه حوالين ذو الحيات وبيفتحه قدر أربع عصابع بيصير فيه بصيص ضو وبيفلته بيمسكه عماد وبيكمل فتحه وبيصير فيه ضو قوي ابيض بكل اللي مغارة بيعمي له لحظة ولما بيفتح بيشوف خاله خاله معروف مربط بالحديد من دقنه لركبه وبنصبطنه لإفل مصدي شعره منكوش لنص دهره ودقنه واصل لركبه عينه مغمضة كلها قد دينيه كلها قد كله واسخ زي الوحش وقاعد على سرج ومن الرخام مدكوك بيه جنازير رجليه بالأرض برصاص يديه بجناب برصاص وعند رقبته بالسقف برصاص الدمعة بتصير بعينه ومعقول هذا كان حبس خالي وبياخده الحياة وبيقول له أبو علي قلق خالي وبيصيري واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة ليوقع معروف بالسرج على ضهر البطرني وبياخد عماد العدة كاملة وبيطلعوا من المغارة بيكونوا حاملين معروف وهم طالعين بيطلعوا هالدرج بيطلعوا الدرج بسرعة وشوي شوي وبسرعة وشوي شوي الدنيا عتمة ومش شايفين مع إنه بحاطتوا الحياة قدامه لو بيوصلوا لفوق الباب مسكر بيوقفوا عماد عم بيحاول يلاقي أبو علي حامل معروف على ضهره وحتى عم بيحاول يلاقي وبيقولهم معروف ليش وقفتوا ولولو يا خال الباب مسكر بيسفن معروف شوي بيقولهم طب انتوا اجيتوا لحالكم عماد بيتذكر يا شيحة جمال الدين يا شيحة جمال الدين يا شيحة جمال الدين وفجأة الباب بينفتح وبيطلعوا وبيلاقوا العجوز مدبوحة وجنبها ورقة وبتكون الورقة من شيحة وبتقول له يا عماد حمارة بتفكش من الخان حدا بيترك العجوز طيبة شو هذا اللي عملته يلا بسرعة إلحق أرجع على الخمارة بياخد الورقة بيحطها بيجيبهم وبيركدوا بيطلعوا وهم طالعين بيلاقوا كل أهل السراية مدبوحين ولا حدا منهم ضايل بيضلهم من باب لباب 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 ليوصلوا عسابع باب بدهم يطلعوا فجأة بيلاقوا أهل القيطلان قدامهم بيدقروا مرة تانية وبيوقفوا معروف بيسألهم ليش وقفتوا هاي المرة أبو هالي بيقول له أهل القيطلان حراس القيطلان يجوا ويجوا لأنه كنيار كان عم بشرب الكاز وبيوقع من إيده وبينكسر وبينقزوا قلبه وبيعرف أنه الرمال صدق لما قال له كل أهلك رح يندبحوا ورح يتحرر ليلة عيد الصليب فبيركن من هناك ويجيب معه حراس القيطلان وبيكونوا هم جايين وثلاثة واقفين لما بيسمع معروف أنه رجال القيطلان موجودين بيقول له بتلقى الصوت يا أبو علي قال له بلقى الصوت إذن لفني فبيلف أبو علي وبيوجه معروف على الرجال الجايين بيأخذ نفس معروف وبيزقر يا أهل القيطلان إجاكم معروف ابن جمر ابن فالق الجماجر وبيحكي هالصوت وبيزقر هالصوت أهل القيطلان بيسمعوا هذا الشي بيلفوا وبيهربوا عماد لما بيشوف هيك بيأخذهم من الثلاثة وبينزلوا على طول بيتكرفتوا بس قد ما هو معجوق ومش عارف عم بيهرب منهم بيضيع الدرب وبدل ما يروح على الخمارة بيدخل على وسط البلد وبيصير من زقق لزقق وحارة لحارة وعم بيركدوا وعم بيركدوا مش عارف وين يروح فيهم وعم سامة حسهم وراهم وخايف ليلاقوهم بيلاقوا بيدخلوا على زقق بتكون في داية واقفة بتتطلع فيهم بتقولهم انتوا انتوا اللي جايبين المريض بتطلع فيهم مادة لا اه 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 احنا اللي جايبين المريض يلا يلا فوتوا بسرعة بسرعة لانو انا عندي اه حبلة وعم تطلع فوتوا دخلتهم اتطلعت فيهم وقعدتهم وقالت هذا المريض وبتأشر عم عروف بيقولها ليه هيك عاملين فيه بيقولها عماد والله كان طائق فيه جنون وعم بيأذي حاله وبيأذي الكل فعصبناها هيك وعساس ما يأذي حدا وهلأ طاب وبدنا نفك عنه الحديد ومش عارفين زي ما انتي شايفة هو مصدي وحالته حالة اتطلعت فيه فحصته شوي قالت له تمام انا عندي حبلة وعم تطلق خليني اروح اشوفها وبرجع لكم خليكم هون وبتطلع وبتغيب طول الليل وما بترجع غير على الفجر وبتوسألوها شو ولدت الحبلة قال لسه لسه بس قلت خليني انا اجي اشق عليكم الاول اتطلعت في معروف مرة تانية وقالت لعماد والبطرني تعالوا الحقوني جابوا حلتين كبار قالت له بتعبي بتعبي التنتين مي وبعدين تاخد واحدة منهم بتحطها تحت النار بهاي الغرفة وبتضلها لتطلع بخار وبتجيب البارد وبتضلها كتسقي منها لتتعبى الغرفة بخار ولتفضل تانية بكون انا رجعت وبروحوا ببلش يعمل هيك عماد وبيحطها لطاس الكبيرة وبطرني بيساعده وعم بيطلع على خاله طول الوقت والدمعة بعينه خاله شكله زي الوحش شعره منكوش ابيض واسود ملان وسخ وسخام لحيته منكوشة عليه الحديد كله مثل المصدي وعليه ادى وعم بيقول والله يموتك احسن انو حدا يشوفك هيك يا خالد وقاعد يستناها وهو يعمل زي ما حكت بالزبط لما رجعت عالمغرب الظهر اتطلعت لقت الغرفة ملانة وال الظهر وال المي عم بتبقبش وهديك فاضي قلت هيك انت عملت عالتمام جابت ظرف دوا كبتته بالمي وقالت جيبوه حطوه قال شو بدي اجيبوه حطوه المي عم تغلى قالت جيبوه حطوه واذا هو اشتكى بتطلعوه ولما بتحطوه حطوه شوي شوي حط رجله بالاول بعدين ركبته بعدين بطنه يعني شوي شوي نزله وانت ما بيشتكي يطلعو فمسكوا ابو علي وعماد وشوي شوي قاعدوا ينزلوا معروف بالمي وما اشتكى لا من رجله ولا من ركبته ولا من بطنه ولا من صدره لوصلة المي عندنا قالت هيك تمام جيبوا الحلة التانية وجابت معلقتين خشب حططهم بين الحلتين عشان النفس وقالت اتركوا هيك وراحوا قاعدوا وعملت لهم كاسة شاي وفطور وقاعدوا وافطروا ما اصالهم عنين بلا اكل وهم عم بياكلوا يا دوب خلصوا من هون ما سموا غير معروف بينادي بيقول يا عماد ما عندك مي سخنة تحطلي اياها قالت يبقى هلأ صار وقته قاموا الحلة اللي فوق وطالو والحديد وقع من عن بدنه بكل سهولة قاموا من السرج وحطوه على فراش وصارت الداية تجيب دواء ومرهم وتضمد عليه على جلده محل مكان الحديد وتحط له شاش وتلفه وتحط له بماش وهي خلصت من هون عم بتحس حلا بطنة حست فيه هيك منفوخ فراحت جابت شوربة وحطط له فيها دواء وقالت لعماد وللبطرني بتطعموا اياها واذا بتكم اي اشي انا هلأ صارت الدنيا المغرب بدي اروح اشوف اللي عم تطلق اذا اه 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 طعمو الشوربة واذا بتكم فراش او مرهم او شاش وجتهم من كل شي وراحت فيقوا خالهم معروف وقعدوا يشربوه الشوربة وهيك كان دافي وصلوا زمان مش ماكل اكل دافي انبسط عليه ورجع نام احلا وهو نايم بسابع نومة نسوح نسهل ووسخ الفراش كله ولا هو واعع حاله عماد والبطرني لما بيشوفوا هيك على طول بينطفوه بيقيمو الفراش بيقيمو الشاش وبيضمدولوه مرة تانية وبيحطولوه ويحطوه عفرش جديد وبياخدوه هداك بدهم يغسلوه واذا الريحة فاحت مرة تانية ومسوح مرة تانية قاموا كل شي وبدهم يغسل وبدهم ينظفوا وزبطوا وحطوه بفراش ثالث سوح مرة تالتة ومرة رابعة وكانت الدنيا صارت الفجر وهو طول الليل مسخول وعم بيوسخ ولهو موجود وعماد والبطرني بس عم بيقيموا بنطفوا وبيشطفوا بنطفوا بهالمكان يدوب لحقوا يشطفوا كل شي يطلعوا على كوام الفراش الموسخ حرقوه وهم عم بيحرقوه بتدخل الداية بتقولهم شو سوح بيطلع عليه هالبطرني هو انتي اللي عملتيله هيك قالت له طبعا مانا شفت بطنه مالاني عفونا بدنا ياه يطيب بدنا نلعفونا تطلع خليني أشوفه هلا فبيقعدوه بيجلسوه بتصير تطلع عليه بتحط له مراهم وبتقولهم هلا بنت عميشورة وبتعمله شوربة كبيرة وكلهم بيأكلوا منهم فيها لحمة فيها خضار فيها دو بيأكل بيصحة بيأكل معروف وبينبسط على هالأكل وبيكون قاعد معاهم وهي قاعدة عم تتفرج عليه الداية بتقول وقفوا لي ياه أشوف بيلقى عالبطرني من جهة وعماد من جهة وبيوقفوه ويادو بقدر يوقف عرجلين بتجيب له كرسي وبتقعدو وبتصير تدلك له ركبه وبتير تدلك له رجلي وفخادو وكواعو وبتحركهم يمين شمال المفاصل وبتجيب مرهم وبتدلك وبتحرك رجل رجل لفوق ورجل رجل لفوق بتعمله تمارين وبتقولهم كل الصاعة بتعملوله هالتمارين وبتحطوله هالمراهم وبعد وشوفوا إنتا بيقدر يوقف ويمشي ضلكم لحدة ما يحرك حاله بدنا يا يرجح يوقف قالوا لها ماشي وكامت الدنيا صارت بعد المغرب هاي المرة على المغرب قالت لهم أنا بدي أروح أشوف اللي بتطلق لسه ما 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 ولدت وراحت وغابت وهم يعملوا زي ما حكت وفجأة ساعة بعد ساعة بعد ساعة صاروا الرجلية يتحركوا ولينات المفاصل والإنهم وكل شي ويلقاها البطرني ويلقاها عماد ويوقف ويمشي وأخد خطوة خطوتين ثلاثة لحال انبسطوا وصاروا لسه يدلكوله ويعملوله صارت الدنيا الصبح بجهية الدعية بتطلع بتقول مشي قالوا لها آه مشي وارجوني بيوقفوا لتنين وبيطلع بيقوم بمشي بيأخد خطوتين ثلاثة بيرجع بيحد وبتكون مفصوطة عليه بتقول له آه ممتاز تطلع عليه دا يا قسعة الشعرات والعنين المغمضة والدنين يا دوب قادر عم يسمع فيهم والدقن المنكوشة بتقول له مجيبولي عدة الحلاقة وبتبلش تقصص بشعره وتهزب بلحيته وتمسح له عن عينيه وتمسح له عن دينيه وتطلع له وتطببه وهي عم تشتغل فيه عم بيطلع عماد وشوي شوي رجع خاله عم بيشوف خاله خاله معروف بس بدل ما يكون شنباته ولحيته وشعره أسود كانوا بيط والخال اللي كان على كرسي يخده الخال الأخضر بيان وأحد يتطلع وبيقول آه هلأ رجع خالي هي يا دوب خلصت تدويته وفتح يا دوب عم بيفتح قالت له استنى شوي حطت له تمضات عليهم ما زهر على عينيه وما ورد قالت حطوله إياهم ساعة وبعديها بيفتح وأنا بدي أروح أشوف اللي بتطلع لسه تماجابت وطلعت هي عالمغرب وقعدوا بس حولوا عينيه ودينيه وبعد شي ساعة صار يفتح معروف وصار يتطلع حواليه واتطلع على عماد واتطلع على البطرني وقالهم ليش لابسين هيك شو اللي عم بيصير وقعدوا حقوله وين هو وكيف طلع وشو اللي عم بيصير معاه وليه عماد لابس بدلة قيطلانية مش بدلة وعكوية بدل ما يكون لابس الباسه هو شوية فهمان عليهم معروف وشوي بيصرح قد ما قعد على هالسرج صار يصرح سرحات السرج وما يكون معاهم وهو بوحدة من السرحات فجأة بيصحى وبيقول لعماد بتي أجرب حالي وين سلاحي وين ذو الحيات وبيروح بيجيب له إياهم وبيلبس السلاح تاهم وبيوقف بيكون رجع معروف بيجي عماد لابس السلاح كمان عشان خاله يجرب معاه والبطرني بيجيب طنجرة وبيصير يطبل عليها بيحب يحمسهم وبياخد سلاحه ذو الحيات معروف وبأول هجمة على عماد كان رح يقتله من قوت الضرب بيقول له يا خال طول بالك وبيعود وقدر نصي على السلاح حديد على حديد على حديد على حديد على حديد والبطرني بيطبلهم بيحمسهم لابل آخر عماد بيقول له البطرني من شان الله بيكفي رح يروحني قتل وهم بهالحكي بتفوت الداية مرة تانية وبتشوفهم بسلاح بتنعس 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 اللابلكة والصوت اللي طالع منكم أنا فكرت رجع الباب عبدالصليب هم اللي مطالعين للصوت وشو اللي عم تحملوا قعدوا 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 خليني أعملكم عشاء بتكون راحة تعمل عشاء وبترجع بتحط لهم صفرة كبيرة عم بياكلوا مبسوطين بيرج قلبهم الثلاثة وبيوقعوا ببلاجين بتكتفهم الداية وبتصحيهم بتقولهم انتوا انتوا اللي عم بيدوروا عليهم انتوا أكيد أكيد يعني ما طلع الشياني لما شفتكم بسلاح أكيد عرفتكم أنا أنا راح أروح أقول لباب عبدالصليب هلا هلا راح أروح أقول له انتم انتوا عندي وأنا ما إلي زم وأنا ما كنت عارفة وبتطلع الداية على طول التلاتة بيتطلعوا ببعض شو اللي بتهم يعملوه معقول بيحاولوا يفكوا كتاف هم مش قادرين بجيد الباب عبدالصليب بيتطلع فيهم التلاتة أخ يا ملعين انتم هون والله إلا أروح أقول لخالي كنيار خليه وينتقم منكم عن اللي عملتوا بأهله وبيطلع بييجي على طول بعدي كنيار وبيطلع فيهم أخ انتم اللي موجودين هون والله إلا أورجيكم راح أجيب لكم رئيس الدرك الكونت أرنو ورح أخذكم على المشنقة وبيطلع كنيار وهم قاعدين مش عارفين شو بنهم يعملوا وحاولوا يفكوا حالهم ما عم تزبط معاهم بيوصل الكونت أرنو ها انتم الملعين الأسرة أنا هلا راح أجيب للرجال ليجوا يأخذوكم وبيطلع الكونت أرنو بيكونوا قاعدين وكل ما يروحوا يجي حدا معروف خلص كان صرحان وعماد والبطرني عم GPS حاولوا يفكوا وحالهم وما عم تظبط معاهم بالاخر بيصحق معروف وبيقولهم مش كان معاكم واحد ثالث عماد بيتذكر يا شيحة جمال الدين يا شيحة جمال الدين يا شيحة جمال الدين ولا بيظهر ده ملكة ولا بباك جمال الدين بين ايديك دخيلك فكنا هاي الداية راح اتنادت عبدالصليب واجعب كنيار واجهاد وهاي بده يجيب لرجال بدنا نطلع من هون على طول وبيضحك ده ملكة وبيقولها يا عماد حمارة ما بتعرف تفك من الخان هاي الداية مزروعة بقرطها وما كانت الداية غير انا وما كان الباب عبدالصليب غير انا وما كان كنيار غير انا وما كان الكونت ارنو غير انا وهذا كله عشان اقولك انك انت ما رح تعرف تعملها لحالك خليني هلق افكهم واحد حكالهم شو اللي صار بهال 4-5 ايام قالوا انا كنت اطلع بالليل كنت اتبدل ارجع ده ملكة واروح على الخمارة وبهاللبلكة هاي قلت لهم عبدالاحد ما تفاتح عزة فما عم بستقبل حدا بالخمارة والبلد ما ايومة قيمة قاعدة عصاص انا احكي وان اختفيت انت والناس عم بتعزي فيه فانا كنت اروح عالتعزاي وعلى الخمارة لما كنت اتركها وانا اروح اشوف الحبلة وهلا هي جابت فخلينا احنا كلنا نقوم ولبسهم تحت التبديل وتأكد مشي فيهم بنز الليل من زقه لزقه 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 لوصلوا للخمارة بهذا الوقت عبدالصليب وكنيار قاعدين بالديوان تاتاك الصبح ومتحرقصين وبجيبوا الكانت ارنو بيقول له فتشتوا البلد قالوا فتشناها كلها وما بقي غير تلات مطارح قالوا كيف يعني تلات مطارح وين ما فتشتوا قالوا مولاي ما فتشنا بيت الداية لانه كانت تروح وتيجي عند واحدة حبلة عم تطلق فهي تقولنا انا بخليكم تفوتوا بس ارجع بس خليني اخلص فلا هلا ما فتشنا بيتها ودملكا كان عنده عزف ما دخلناش عنده وعفوا مولاي ما بقي غير سرايتك انت قالوا هيك يعني تمام انا سرايتي انا بفتشها وروحوا شوفوا لي بيت الداية ودملكا لابع يعني بس ترجعوا بنروحهم دملكا قالوا ماشي وبيروحوا عبيت الداية بيكونوا طلعوا لرجال ولما بيفوتوا عندها على بيتها بلاقوها مدبوحة ومزروعة بالأرض والسرج والحديد محطوط وقتر التدواي كلها موجودة والشعر والأشياء بيقولوا اه كاين هون فبيرجعوا عند عبدالصليب بيقولوا له مولاي لقينا قتر السرج ولقينا ولقينا فبيرجعوا وبيفتشوا وكنيار بيقول هادا هو السرج وبيكوا هادا وبوط هدولة يعني لساهم بالبلد وبتطلعوا على الأكل كاين صغر بيطلعوا هون بيعرفوا انهم لسا بالبلد وما بقي غير خمارة دملكا فبيبعتوا بكاونت أرنو عند دملكا معا رجال يداهموها خلص هادا هو المكان بس فيه اثنين من الرجال كتير بيحبوا دملكا ودايما بيشربوا عندو لفوا من ورا وسبقوهم وراحوا حكوا لدملكا انهم جايين يداهمو الخمارة بيسمعوا بيسمع هيك بيقولهم شكرا بيعطيهم ظرفين بيبعتهم بيلف بيقول لرجال يتخبوا بيلاقيهم لابسين نسلاحة التلات بيقولهم لا خليكم متخبين جوا انا بيعرف قبله تصرف وبياخد كرسي وبيعود عباب الخمارة وبيعود بيستنى بيجيت الكاونت أرنو بيوقف قدامه بيقول له وقف عندك قال له معاي امر بالتفتيش قال له انا معاي ورقة وسك وفرمان من الباب عبدالصليب انها ما بتتفتش الخمارة وطلع له اياها وفعلا كانت الورقة اللي طلبها بالاول انها على اجار الخمارة هي صفرة مدام وانها ما بتتفتش بيطلع هالورقة بيرجعله اياها وبيلف الكاونت أرنو بيرجع عند عبدالصليب بيقول له مولاي ما قدرناش نداهم الخمارة ولا نفتشها لانه معاها سطل ماك انت مانع اي تفتيش فيها قال له كيف يعني هلأ انا منزل ونزل عبدالصليب وكنيار والكاونت أرنو ورجال مرة تانية وطبعا وصلوا خبر لدى ملكا من هدول الشابين مرة تانية انهم جايين فقاحت استناهم على الباب ولما شافهم جايين صلب على الارض لما شاف عبدالصليب هيك قال له ليه هيك عملت يا دملكا احنا عم ندور على الاسرة وما بقي غير عندك ندور عليهم قال له ما في داعي تدور عليهم هاي هم عندي وانا عارف انهم عندي بس انت ممنوع تفتش زي ما اعطتني ورقة بديش انا بخاف على شغلي بخاف على خمارتي بخاف تكسرولي البلورات بخاف تكسرولي شغلي انا باذا بدك اياهم انا بطلع لك اياهم وعلى فكرة هم مش اتنين هم تلاتة واذا بدك اياهم انا رح اقولك شو وبينط من فوق الصليب ده ملكا بيقولهم مولاي انا خليني احضر لهم اكل ياكلوا وببنشهم وبتيجوا انتوا المساء على الرايح المستريح بدون ما هم يعرفوا بتاخدوهم شو رأيك عبد الصليب بيعجبوا هذا الشور بيطلع بكنيار بيطلع بالكاونت ارنود ثلاثة بيوافقوا وكلهم بيروحوا وبرجع دمي الكابينط عن الصليب وبيدخل لجوا وبيقولهم لرجال مرأوا وبيحضر لهم عشاء وبياكلوا من هون وبرج قلبهم من هون وبيكتفهم وبيستنى هديك الليلة يوصل عبد الصليب وكنيار والكاونت ارنود مع الرجال بيرجعوا على الليل وبيكون واقف عم بيستنىهم وبيقولهم هيني انا كتفت لكم اياهم بس شو رأيكم تصرفوا شو رأيكم يستنوا ورجال عبما انا اعملكم صفرة انتوا تنبستوا فيها تتفرجوا عليهم قبل ما تاخدوهم انبسط عبد الصليب وانبسط كنيار وانبسط الكاونت ارنود دمعته زاكية وصفرته زاكية والفرجة راح تكون زاكية بيدخلوا على الخمارة وبيلاقوهم كتفين بينبستوا بيععدوا كاس وراء الثاني وراء الثالث وهم بالحديث بيخنعهم دملكا طب انا عندي شور تاني شو رأيكم اضطلكم سهرانين الصبح عندي وبدل ما تاخدوهم ع السكات بالليل تاخدوهم بنهار بموكب بنص البلد اتورجوا كل اهل القيطلان على الأسرة عبد الصليب عجبته وكتب لرجال وختم عليه واخدها الوراء دملكا صرفوا رجال على انهم يرجعوا تاني يوم الصبح بموكب كبير عشان يفوتوا على القيطلان بيزفوا وزنبليطا يعملوا هاي الفرجة ورجع عليهم ولف عليهم كمان كاس وبعد هذا الكاس رج قلبهم وتبنجوا ووقوا وربطهم الثلاثة وصار عنده ستة مبنجين وصار يبدل فيهم اخد لبس عبد الصليب ولبس معروف وبدلهم واخد لبس عماد والكاونت ارنو وبدلهم واخد لبس كينيار والبطرني وبدلهم وبعد ما بدلهم الربط لسان عبد الصليب وكينيار والكاونت ارنو بخيط جنوي مام ينفك واذا حاولوا يحكوا بيهذربوا وصار يفيق في رجاله فيق اول شي عماد وورجع حاله وقال له انت هلأ الكاونت ارنو وبدنا نعمل واحد اتنين ثلاثة واربعة قال له تمام وفيقوا البطرني وكان شكله كينيار وورجع حاله وقال له بدنا نعمل واحد واثنين وثلاثة واربعة تمام تمام وإيشوا بدهم يفيقوا معروف قالوا هلأ بدكم تساعدوني بمعروف انه ما يسرح واذا سرح انكم ترجعوا وينفذ الخطة حتى نقدر نطلع من هون وبيفيقوا معروف ولما بيتطلع حواليه وبيلاقي موجه كينيار بلطشوا الكف على وشه وبيصير البطرني يلف بيقولوا ليه عملت فيي ايك انا مش الكنيار انا البطرني ايش وقعدوا فهموه وطلع فيه آسف ما انا قلبي مغلول من كينيارا على الحبسة اللي حبسني اياها بيكون البطرني بيتطلع فيه وبيواسي حاله وبيقول له معلاش وبيفهمهم شيحة مرة تانية وثالتة بالخطة اللي بدهم يعملوها بيجي الصبح بفيقوا الثلاثة اللي هم عشكل معروف والبطرني وعماد وبيصيروا يحاولوا يفكوا حالهم ما بيقدروا بيحاولوا يحكوا ما بيقدروا وهم بيهدربوا بالكلام وما عم بيطلع منهم وبياخدوهم الثلاثة على عرباية كبيرة بموكب كبير وبيلفوا فيهم بالبلد ليفوتوا على الديوان وبيدخل معروف على انه عبد الصليب وبيقعد بالعرش وبيقعد جنبه كنيار اللي هو البطرني وبيقعد معاهم الكونت أرنو وبيصير عبد الصليب بنفذ بالمهمة زي ما طلب منه شيح وده ملكة موجود وقاعدين عم يعزفلهم ويغني لهم وبيقول لحبد الصليب أنا اللي بدي أشوف أحلى شنقة لهدولة الثلاثة وأحلى شنقة لهم على مركبهم الغراب المنصوري يا كنيار شو رأيك؟ قال والله بتكون زريفة هاي الغراب المنصوري موجود ونجحز لك ياه بنعمله أحلى سيران قال له هذا اللي بدي ياه بدك تجحز لنا ياه قال له بس هو ناقصه صبورة جحز لك ياه بس صبورته مقيومة وبده شي تقله هاي سهلة بيرود عبد الصليب تاخدوا كل الذهب اللي بالمخازن عندي بتقلوا بالذهب بدي أشوف شنقة حلوة وإذا ما كان كفاية يا وزراء ويا أعيان كلكم بتجيبوا ذهباتكم وكل واحد بحطها بصندوق بيكتب عليه اسمها طي يتقل المركب وبس نرجع من السيران برجعي لكم إياها وصاروا يطلعوا يعملوا على هيك وتطلع عبد الصليب بالكاونت أرنولي هو عمان قال له بديك تجهز لنا المشنعة أنت وتحطها على ظهر المركب قال له تكرم عينك وطلع يجهز المشنعة عمات وده ملكة قاعت وقال مولاي تؤمرني بشي قال طبعا بأمرك طبعا بدي أحلى دمعة وأحلى صفرة للسيران اللي بدنا نطلع نشنق فيها الأسرة هالمسلمين قال له تكرم عينك وبيروح ده ملكة وبيصير ياخد على هالمركب وبيعودوا لهم أكم ساعة ليجهز كل شيء تكون الصبورة تقلت فيها كل دهب القيطلان المشنقة جاهزة الصفرة موجودة بيرجع الكل عند على الديوان وبيقولوا له كل شيء جاهز شو يا كنيار نطلع؟ قال له بس مولاي المركب هاد مش من طرزنا ولا من نوعنا ورجالي أنا ما بيعرف ويمشوا ولا مين اللي بيعرف يمشي؟ قال له نوتيته محبوسين عندي خلينا نجيبها وهم يطلعوا هالمركب جيبوهم وبيروحوا بيجيبوا نوتية الغراب المنصوري من عند كنيار وبيحطوهم بالمركب وبيحطوا الثلاث أسرة على المركب معاهم وبيطلعوا بموكب كبير من الديوان للغراب المنصوري وبيصيروا بالمينة وعبدالصليب وكنيار والكاونت أرنو معاهم الثلاث أسرة معروف وعماد والبطرني قاعدين مكتفين وده ملكة قاعد عم بيصب السفرة وإز بيشتلب كنيار اللي هو البطرني على رجاله عم بيطلعوا المركب بس عم بيتغامزوا بين بعضهم إنهم بدهم يغرقوا فبيرقد على طول لده ملكة وبيقول له يا شيحة هدول الرجال اللي بدهم يغرقوا المركب شايفيننا مأسورين ومش فاهمين الطابق وبيكون المركب صار طالع من المينة فده ملكة على طول بيفك التركيب تبع كنيار عن وجه أبو علي وبيقول له روح فهمهم وش اللي عم بيصير فبيروح بيفهمهم ومفك حديدهم ويا الله شو مين بستوا على الخبرية ويا الله شو مفروسين كانوا من كنيار ومن القيطلان ولما بيعرفوا هيك وبيعرفوا إنه المأسورين هم عبدالصليب وكنيار وكاونت أرنو ومش رجالهم بيلفوا المركب وبيحطوا المدافع على القيطلان وعلمينا بيصيروا يحجموا ولا تتناتق تتبعتها للناس ومدفع ورا الثاني ورا الثالث وبعدين بيلفوا المركب على سرايا كنيار ومدفع ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع لما ضلش ولا حجر على الثاني من سرايته لما بيشوفوا إنه هيك صارت مهدمة على بعضها بيلفوا المركب وبيطلعوا وبيكونوا مبسوطين وطبعا فكوا التراكيب عن حالهم بيجي أبو علي وبيقول له بس يا ده ملكا إحنا فاتتنا نخزة صغيرة قال له شو اللي فاتنا؟ قال كل هارجال ميندوا يطعميها؟ ضحك ده ملكا قال له وأنت مفكر إنه أنا كنت عم بجهز ظروفة خمرة عن جد انزل شوف شو فيه تحت وما بيكون تحت غير زخرة وأكل وشرب لرجال يكفيهم من القيطلان لإسكندرية وهيك طلعوا معروف وعماد والبطرني والنوتية كلهم محررين وكلهم بخير وسلامة ماشيحة من القيطلان وبالأسر صار معاهم عبدالصليم وكينيار والكاونت أرنو ورايحين باتجاه إسكندرية على بلاد الإسلام ومعروف وحر بدو يتجاه لعند أهله وهذا ما كان من تحرير معروف بنكملكم حكايات السيرة بأجزاء وحكايات تانية طلقوا تابعوا هاي الصفحة وما تنسوا تعملوا سبسكرايب وبنشوفكم على خير وكل عام وأنتوا بأحلى حكايات ترجمة نانسي قنقر